موسيقى إلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث أعلنت قيادة العمليات الشمالية التابعة للجيش الأوكراني أن القوات الروسية قصفت منطقة صومي بشمال شرق البلاد بقذائف الهوام وذكرت القيادة أنه لم تقع إصابات بين العسكريين ولم تتضرر أي معدات فيما لم ترد تقارير عن وقع إصابات بين سكان المحليين أو أدرار بالبنية التحتية المدنية أوضحت القيادة أن الجيش الروسي نفذ في آخر 24 ساعة 16 تغار على العديد من البلدات المحلية التابعة لمنطقة صومي أعلن الجيش الروسي أنه أسقط أربعة صواريخ هارم أمريكية الصنع فوق أرادية في سماء منطقة بلغرود المتاخمة الأوكرانية ولم تعطي وزارة الدفاع الروسية المزيد من التفاصيل فيما قال حاكم المنطقة إن شخصا قتل وأصيب عدد آخر في قصف أوكراني بالمنطقة يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريش سوناك الإعلان عن تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من ذخائر المدفعية خلال لقاء في لتفيا مع قادة الدول شمال أوروبا والبلطيق وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن سوناك سيدع قادة دول هذا التحالف إلى الإبطاء على مستويات عام 2022 من الدعم لأوكرانيا أو زيادتها في عام 2023 أضف البيان أن سوناك سيعلن أيضا عن تزويد بلاد كياف بمئة الألاف من قضائف المدفعية بموجب عقد بقيمة 250 مليون جنيه سترينية من ناحية أخرى طلب رئيس الأوكراني فلاديمار زلنسكي من الزعماء الغربيين المجتمعين في لاتفيا ومن بينهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك طلب تزويد بلادي بمجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة ووجه زلنسكي طلبه لسوناك خلال كلمة عبر الفيديو مشيرا إلى ضرورة تزويد بلاده بمنظومات دفاع قوي وبينما يدعم الحلفاء الغربيون أوكرانيا بالتمويل والتدريب العسكري وأنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى تقول كييف إنها لا تزال بحاجة إلى المزيد للتصدي للعملية العسكرية الروسية ميدانيا أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف إسقاط تسع طائرات مسيرة أثناء تحليقها في المجال الجوي لكييف في أحدث هجوم تشنه روسيا على المدينة وأفد شهودنا بسماء عدوية عدة انفجارات في المدينة وفي المنطقة المحيطة بالعاصمة لا تزال معركة السيطرة على السماء الأوكرانية مشتعلة وسط عمليات عسكرية متواصلة من هنا وهناك الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف أعلنت إسقاط تسع طائرات مسيرة أثناء تحليقها في المجال الجوي لكييف في أحدث هجوم تشنه روسيا على المدينة شهود عيان أفادوا بسماء عدوية انفجارات عدة في المدينة وفي المنطقة المحيطة بالعاصمة حيث ظلت صافرات الإنذار تدوي معظم ساعات الليل للتحذير من الغارات الجوية تزامنا قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زلينسكي إن حماية حدود بلاده أولوية دائمة وإن أوكرانيا مستعدة لكافة السيناريوهات المحتملة مع روسيا وحليفتها بلا روسيا ووجه زلينسكي نداء جديدا للدول الغربية لتزويد بلاده بدفاعات جوية فعالة لافتا إلى أن قصفا روسيا استهدف مدينة خرسون جنوبية التي تعرضت لهجمات متكررة منذ أن استعادت قوات كييف السيطرة عليها الشهر الماضي وأكد الرئيس الأوكراني أن خرسون تتعرض لقصف المتواصل منذ انسحاب القوات الروسية منها في نوفمبر كما انقطعت القهرباء عن المدينة في وقت سابق هذا الأسبوع تصريحات زلينسكي تأتي عاشية زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منسك واستحديث عن هجوم محتمل جديد قد تشنه موسكو وتوقعات بأنه قد ينطلق من بلا روسيا وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بلا روسيا في زيارة يناقش خلالها تطوير العلاقات الروسية البلا روسية وذكر بيان للكريملين أن زعيمي البلدين على اتصال بشكل منتظم ولكن كانت جميع مفاوضاتهم الثنائية واسعة النطاق تجرى في روسيا خلال السنوات الثلاث الماضية فيما كانت آخر زيارة لبوتين إلى بلا روسيا في يونيو 2019 ترجمة نانسي قنقر